بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج عبارة إذا لم تقلها أنت أيها الزوج في ليلة زواجك تقع في مشكلة كبيرة جدا مع الله سبحانه وتعالى وتعيش ما تعيش مع زوجتك مأثوما مأثوما وتقع في ابتلاءات كثيرة من ورائي بأنك لم تقل هذه الكلمة في ليلة زواجك فإذا قلتها نجوت وأصبحت حياتك سعيدة وإذا لم تقلها يعني غرقت وفشلت وتعيش حياة بائسة وتعيسة فلان ربما يقول الآن بأني لم أقل هذه العبارة في ليلة الزواج لا أعلم لم يخبرني أحد إذن الليلة اخبر زوجتك بتلك العبارة العبارة ما هي كما ينقلها علماؤنا في المستحبات وما ينبغي على الرجل في ليلة الزواج أن يقول لزوجته منها منها بأنك تعلم رجاء استمع أيها الزوج بأن أؤيتها الزوجة إذا سمعت هذا المقطع الفيديوي فاجعل زوجك يسمعه أنت تعلم أيها الرجل أيها الزوج بأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على الزوجة شرعا لم يوجب على الزوجة شرعا بغسل الأواني بغسل البيت في مسألة رضاع الأطفال لا يجب عليها شرعا رضاعة أولادك لا يجب عليها شرعا أن تطبخ لك لا يجب عليها شرعا أن تنظف البيت هذا كله ليس واجب عليها شرعا وإنما هي بالشريعة تستطيع أن تأخذ عليه أجرا إذا شاءت تأخذ أجرا على التنظيف تأخذ أجرا على غسل البيت أو تسبيح الأطفال أو رعاية الأطفال طبخ الطعام غسل الأواني إلى غير ذلك القضية الوحيدة التي التي هي لا تأخذ عليها أجرا وأنت تزوجت منها هو مسألة التمكين بأن تمكنك من نفسها ما عد ذلك فهو ليس عليها بواجب ويمكنها أن تأخذ عليه أجرا لذلك ينبغي عليك في ليلة الزواج أن تقول لزوجتك بأن هذه الأعمال التي سوف تقومين بها في بيتي من غسل الملابس من غسل البيت من تنظيف البيت من مدارات الأطفال من مراعاتي طبخ الطعام إلى غير ذلك إجعلي ذلك هبة لي هبة هبة لي بلا مقابل لأن الله سبحانه وتعالى سوف يوقفك يوم القيامة ويقول لك كان هذا الأمر ليس عليها بواجب غسل الملابس طبخ الطعام تنظيف البيت وإذا بك جنابك تنزعيج وتنفعل إذا لم تطبخ إذا لم تنظف البيت تنزعيج وتفتعل المشاكل وربما تقوم بشتمها وإهانتها وإهانة أهلها وضربها إلى غير ذلك هو في الأصل مواجب عليها ثم بعد ذلك فوق ما أنت هي تقوم بأمر ليس بواجب تقوم بضربها وإهانتها لذلك أنت تعيش بإثم مستمر بذنب مستمر عليك أن تجعل زوجتك تبرئ ذمتك وتقول إن جميع أعمالي اللي أنا أسويها في البيت من طبخ الطعام وغسل الملابس غسل البيت إلى غير ذلك إنما هو هبلك بلا مقابل بلا مقابل لأن في الشريعة من حقها أن تأخذ عليه أجرا إذا لم تقل هذه العبارة في ليلة الزواج كي تعيش معها أنت وتستطيع بعد ذلك أن تطلب منها وليس وجوبا أن تطبخ أن تكنس أن تمسح إلى غير ذلك وليس من باب الوجوب ولكن هي تقول لها آني قابلة وبلا مقابل وإذا لم تقل لها هذه العبارة قل لها الآن بأن تبرئك الذمة بأن كل أعمالها في البيت هي لا تريد عليه أجرا إنما هي تقوم بذلك مودة ورحمة وحبا وعطفا ومساعدة وعونا لك يعني إذا هي أرادت ذلك هل سيأتي فلان ويتفلسف هذه الشريعة إذا عندك اعتراض يوم القيامة عندما تقف بين يدي لا اعترض على الله سبحانه وتعالى وقل له لماذا تفعل ذلك يا رب معنا نحن الرجال هل تريد أن تتفر عن النساء المفروض ما تنطيه المجال يا رب المرة ما تنطي مجال هاي أنت في يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله قل له ذلك إذا وقفت بين يدي رسول الله في الحساب يوم القيامة وتطلب من عند الشفاعة قل له لمولاي يا رسول الله لو أنت ما حاجي هذا الكلام على يا أساس المرة تجي للبيت لا تكنس ولا تمسح وكذا هذا كل مواجب عليه عودك أنت إذا شفت الرسول يوم القيامة عود خطئ قل لما فعلته خطأ أعاذنا الله وإيانا وإياكم من هذه التصرفات اعترض على الشريعة يوم القيامة والله سيجيبك وأهل البي سيجيبونك يوم القيامة لذلك لا تتبع الجاهلية الأولى ولا تأخذك العزة بالإثم من الآن من هذه الليلة اجلس مع زوجتك مع زوجتك وقل لها تبرئك الذم عن جميع الأعمال اللي هي قاعدة سويها في البيت مجانا بلا مقابل وتهب جميع هذه الأعمال لك هبه بلا مقابل وإلا سوف ترى يوم القيامة ما لا تستطيع أن تتحمله فوق ما تتصور لأن هذه حقوق وأنت لم تبين لها حقوقها كثير من النساء تتصور بأنها من تتزوج غصبا عليها تغسل وتمسح لا ومو بس الزوجها الأهل زوجها هو الزوجها مواجب بعد أهل زوجها شلون شوفوا الظلم احنا وين واصلين وهذا الزوج كيف سينجو يوم القيامة المفروض تقيل كل أعمال اللي سوينها إلي الأهلي الأبويا الأمي الأخواني أتمنى من عندش كونوا توافقين سوينها هبة بلا مقابل هس أنت تقول خاف أقولها وتتفرعن علي ويسترعدها مجال هذا شأنك يوم القيامة أنت قاعد تفضل النار يوم القيامة على أن لا تخبرها هذا شأنك لا تخبرها أنت تقول أنا مستعد أدخل النار ولا أقولها هاي السالفة تتفرعن علي ما يسترعن طيها مجال هذا شأنك تريد أن تدخل النار وهي لا تبرئك الذمة ولكن في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيخبرها بجميع حقوقها وكيف أنك قد قمت بظلمها في يوم الإنسان يفر من زوجته من أبيه من أمه من أولاده لأنهم كلهم يريدون حقوقهم منك في يوم الإنسان يبحث عن الحسنة ويأخذها ولو من أقرب الناس إليه فهذا الآن راجع إليك برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر